ساتة اللواء شهاوي هروح لساتة اللواء إيهاب أهلا بيك ساتة اللواء إيهاب أهلا بيك ساتة اللواء إيهاب وشاركت بموجود معنا النهار لنا الشرف إن شاء الله ولينا انطباعك على اليوم الأول في الانتخابات وهل قديت بصوتك النهاردة؟ لا أنا لسه ما قدلتش بصوت إنما بلا شك الشعب المصري بيمر بمرحلة تحول ديمقراطي زي اللي احنا شفناه في 2011 أو 2013 أو 2014 وبمدرك المخاطر اللي بتوحيك بالدولة وكل ما ازدادت المخاطر حوالين الدولة كل ما ازدادت كسافة التواجد أمام الليجان كان عندنا تحدي في 2013 ضخم جدا قدرنا إن احنا تخطاه في 2014 وشفنا حجم التواجد للمواطنين المصريين في اتخابات 2014 شفنا في 2018 العدد قل شوية لأن كان إحساس الاستقرار ابتدى يتوجد وبالتالي حس المواطن المصري إن هو خلص مرحلة استقرار أمني لحد ما وما تواجدش بالصورة المصري يمكن أظن كانت المعدلات ساعتها 25-26% النهاردة فيه تحدي جديد زي ما سأتلوها شهاية وتفضل التحدي بتاع سينة والحرب في غزة واحتمالات المخاطر المحيقة بيننا في المرحلة القادمة وبالتالي الشعب يبدأ يدرك أو يشعر إن عليه دور فيه إن هو يتواجد أكتر الهدف من التواجد النهاردة هو حاكتين زي ما حاكت تفضلت فكرة إظهار الرؤية والقدرة على الدعم للمرشحين واختيار القيادة للشعب يكون واقف وراها في المرحلة القادمة والقدرة على تحمل المسؤولية بالضبط بلا شك يعني بدون ما نكون بنقرأ المستقبل ولكن بلا شك إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون أوفر حظا في الانتخابات الحالية وبالتالي سيكون هو سندول انتخاب ست اللواء مفترفناش بس خلينا نقول كذا حاجة أولا التحديات الموجودة وحجمها معرفة المواطنين بالمرشحين الآخرين وقدرتهم على الأداء في المرحلة اللي احنا فيها والتحديات اللي موجودة وبالتالي بيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقرب إلى النجاح والأوفر حظا في هذه المرحلة ولكن هنا نازم نكون مؤمنين إن الاختيار الرئيس مش هو ده النهاية بالعكس ده هي دي حتكون البداية لمرحلة القادمة حجم التحديات في المرحلة القادمة أعتقد أنه هو كبير جدا وبالتالي على الشعب أنه هو يساند القيادة السياسية في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف المطلوبة دي بداية المسندس يتلو أهاب النزول بكسافة للجانة الانتخابية بالزبط